اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو لتوقعات مهمة جدا وخطيرة تخص اكثر من دولة عربية واسلامية بتحصل دلوقتي حالا على مرأة ومسمع العالم كله وهنتكلم كمان عن توقعات مهمة لليل عبداللطيف للفترة اللي جاي ولكن قبل ما نبدأ نفكر حضراتكم بالاشتراك وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بجانب يعني كل اللي بيحصل دلوقتي في كل الاراضي الدول العربية من حرب مع العدو ومشاكل واختيالات بدأت تظهر في روع جديدة ومشاكل جديدة في عدة دول اهمها اللي حصل النهاردة في تركيا وهجوم انكرة اللي يخلى العالم كله يتفرج على اللي حصل وكان فيه ادانات واسعة من كذا دولة في العالم بسبب اللي حصل وهنعرف مع بعض اخر التفاصيل بخصوص هذا الموضوع ولكن حبه ان احنا نبدأ بالتوقع الاول والتوقع هو بقى اللي قالته لليل عبداللطيف عن دولة تركية قالت بنشوف طائرات حربية تركية بتتأهب وتتحرك في مواجهة حدث مؤسف داني واخدوا بالكم من هذا التوقع لانه يعني حصل بالفعل في الخبر اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي بنشوف طائرات حربية تركية بتتأهب وتتحرك في مواجهة حدث مؤسف والخبر هو نازل على موقع سكاين نيوز بالعربية بيقول ردا على هجوم انقرة تركية بتقصف اهدافا للعمال الكردستاني طب هي الاهداف دي ردتها ازاي بالطيارات بتاعتها زي ما وصفت بالزبط لالة عبداللطيف في التوقع قالت وزارة الدفاع التركية النهاردة الاربع يعني من ساعات قليلة قبل بداية يوم الخميس ان قوتها ضربت اهداف لحزب العمال الكردستاني المحزور في شمال العراق وفي شمال سوري بعد هجوم دامي على مقر شركة صنعات التيران والفضاء التركية اسمها توساش في انقرة وذكرت وزارة الدفاع في بيان انه عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة تم تنفيذ عملية جوية ضد اهداف ارهابية في شمال العراق وسوريا في 23 اكتوبر 2024 وما مجموع 32 هدف تابع للارهابيين تم تدميرها بنجاح مشيرة الى ان هذه العمليات الجوية مستمرة يعني مش بس اللقدار اللي حصل لأ هما مستمريين كمان الايام اللي جاية وفي منشور عبر منصة اكس اكد الرئيس التركي راجب طيب اردغان ولازم مناخد بنا جدا من هذا الرئيس لان لالة عبداللطيف توقعت له بحاجة مهمة اول انه لن يتمكن اي كيان او تنظيم ارهابي يستهدف امن بلاده من تحقيق اماله وقال ان هذا الهجوم الارهابي على شركة توساش اللي هي الشركة دي اللي تعد من ابرز شركات الصناعات الدفاعية التركية هو هجوم دنيئ بيستهدف بقاء بلدنا وسلامه ومبادراتنا الدفاعية اللي بتمثل رمز الاستقرال التركية بالكامل وقال كلام كتير جدا مهمة اوي ولكن زي ما انتم شايفين اللي حصل النهاردة ان وفق وزير الداخلية التركي قال ان هما قدروا يوصلوا للمهاجمين وان هما قتلوا في الواقعة وان اتنين من المصابين في حالة حرجة وتم تحييد ارهابيين اتنين في الهجوم الارهابي ولدينا خمسة شهداء يعني كانوا بيقولوا ان هما اربعة وصلوا لخمسة واثنين وعشرين مصاب في الهجوم وخرج تلاتة من الجرحة بالفعل من المستشفى وفيه لسة تسعتاشر موجودين وبيقولوا كمان ان المنفذين بينتموا الى حزب العمال الكردستاني المحزور وكان النهاردة تركيا يعني الموضوع كان كبير بالنسبة لها برضو من ده من التوقعات الليل عبداللطيف قالتها وحصلت النهاردة قالت ازمة كبيرة بتجعل الخلاف ما بين تركيا والاكراد بتحتل الساحة السياسية والاعلامية من جديد والرئيس اردوغان يستعد للرد وده اللي حصل بالفعل زمنت وشفتوا معايا وستمعتوا معايا في الخبر الراجل تلع وصرح بان هما مش هيسقط على اللي حصل وهيرد لان ده بيهدد امن وسلام التركيا وده بالفعل شفنا الطيرات زي ما هي قالت بالزبط كمان من ضمن الحاجات اللي قالتها ليلة عبداللطيف ومن الحاجات المهمة جدا انها شايفة تغيير كبير هيحصل في تركيا على الفين اربعة وعشرين او الفين خمسة وعشرين شايفة تغيير كبير هيحصل في دولة تركيا وقالت كمان نهى الآن على صحة الرئيس رجب طيب اردوغان في الفترة اللي جاي اما الحادث التاني اللي معانا النهاردة في هذا الفيديو بيخص دولة اليمن والخبر نازل برضو من حوالي كم ساعة عن الطيران الامريكي البريطاني بيستهدف مطار الحديدة باليمن وفيه ضرب كبير دلوقتي بيحصل في المطار ناحية اليمن وافادت وسائل اعلام تبعة لجماعة الحوسي الموالية لايران بشن التيران الامريكي البريطاني غارتين على محافظة الحديدة غرب اليمن ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر قولها ان التيران الامريكي البريطاني ولكن هذه الغارات لم تصفر عن سكوت ضحايا مدنيين وذكرت مصادر يمنية ان الغارتين استهدفوا نفق عسكري للحوسيين في مطار الحديدة ونفذ الجيش الامريكي حوالي 15 غارة جوية اوائل هذا الشهر على اهداف مرتبطة بجماعة الحوسي وابلغ السكان عن انفجارات في مواقع عسكرية وكمان في المطار طيب ليلة عبداللطيف قالت بقى ايه في هذا التوقع قالت الحرب الامريكية اليمنية وناخد بنا من هذا التوقع لانه بالفعل تحقق الحرب الامريكية اليمنية سوف تتصدر العنوين الاغبارية وبشكل متسارع وما اراه يحدث في هذه الحرب الا البداية امام المفاجآت وتطورات العسكرية القادمة على هذه الحرب زي ما انتوا شايفين كل يوم بنسمع عنوين جديدة وحاجات بتحصل في دولة اليمن وفي دول عربية اخرى زي اللبنان وغيرها وغيرها ولسه في سوريا من شوية كان فيه برضو ضرب بس من الجانب العدو من جانب جيش الاحتلال كان لسه برضو ضرب نقاط معينة داخل دمشق وكان قيلين الكلام ده من ساعتين فقط انفجارات تهز العاصمة دمشق وافدت وكالة الانباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وقال التلفزيون السوري ان اصوات الانفجارات التي سمعت منذ قليل في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان للعدو وقالوا ان الحاجات دي جاية منين بقى يعني الدرب ده جاي منين من اتجاه الجولان السوري ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفة النقطتين في حي كفر سوسا بدمشق واحدة النقاط العسكرية في ريف حمص ما اصفر عن استشهاد عسكري واصابة سبع اخرين بجروح ووقوع اضرار مادية فالموضوع كبير وكل شوية بنسمع عن ضربات شديدة جدا بتحصل في سوريا وفي كذا دولة عربية والغد دلوقتي مش عارفين الحرب دي هتنتهي علي نكمل ما بعد بقى التوقعات لالا عبداللطيف بقى اللي قالتها لكذا دولة قالت قرى في المملكة العربية السعودية وجوه حالية بتغيب عن المشهد العام وجوه جديدة بتظهر في السورة في الفين اربعة وعشرين او خمسة وعشرين وبأمر ملكي ومن ضمن الحاجات اللي كانت قيلها برضو لالا عبداللطيف بالنسبة لدولة المغرب انك تشايفه فيه تغيير كبير جدا هيحصل في الوجوه السياسية والوجوه الحكومة هيبقى فيه حكومة جديدة وانه يكون فيه امر ملكي بتشكيل حكومة جديدة داخل مملكة المغرب وده تحقق النهاردة بالفعل النهاردة الملك المغربي اعاد هيكلة الحكومة المغربية وانه من ضمن التوقعات اللي قالتها سنشهد او ستشهد البحرين تغييرات جزرية ومقرأ يجعلني اشعر بالقلق واسموه امير دولة البحرين بيشكل الحدث من ناحية تانية قالت قرار الاطباء يبعد الرئيس بايدن عن البيت الابيض وترشيح ترامب سيكون على المحك وايضا بالنسبة لدولة العراق سمحت السيد مقتدى الصدر اراه في دائرة الخطر هل هيكون هو اللي عليه الدور ولا هو بعد اليومين دول من السياسة ومش بنسمع له ولا اي اراء سياسية ولا اي محادثات هو اصلا انسحب من السياسة من ساعة مشاكل المنطقة الخضراء في العراق فهل هيكون لي دور ولا هيكون لي كلام في الفترة اللي جاية الله اعلم لكن من كلام ليل عبداللطيف شايف عليه دايرة من الخطر وارجو منه اتخاذ الحيطة والحذر وارى انقلاب دموي جديد في العراق يؤدي الى ولادة حكومة جديدة وعند خوف كبير من حصول عمليات اختلال بتطال عدة شخصيات وتصفيات جسدية من الصفوف الاولى وبعد كل هذه الصعوبات والخطر سنرى انتخاب رئيس جديد وولادة لحكومة عراقية جديدة خلال المرحلة القادمة وزي ما انا قلت لكم التوقع بتاع تركيا عيده تاني بالتفصيل ما بين الاعوام 24 و25 ستكون تركيا على موعد مصيري مع التغيير وعندي قلق كبير على صحة الرئيس اردوغان قلق كبير على صحة الرئيس اردوغان دي كانت التوقعات والاحداث اللي حصلت من كام ساعة واللي بيحصل حاليا في الدول العربية وغيرها حبينا ان احنا نجيبه لحضراتكم ونوضح كل اللي بيحصل من الاخبار وعلى قطب التوقعات والايام اللي جاية ممكن نشوف ايه ولكن زي ما احنا دايما بنقول تبقى هذه مجرد توقعات وطبعا العلم كله والغيب لا يعلمه الا الله شكرا اشوفكم بخير ما تنسوش الاشتراك تفقيل الجرس نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد كانت معكم اختكم مريم من قرات مساء الاخبار